السلام عليكم شونكم معين ان شاء الله بخير اليوم طبختنا كبة الرز كبة الرز باللحمة اكو ناس يساوها بصدر الدجاجة ان لا الكبة تكون معها البصل والبطاطا اولا زيد الحشوة ثانيا تخفف كمية اللحم اللي موجودة واولات يحبوها بهاي الطريقة اضيف هاي الاشياء معها وبالنسبة للبهارات مالتها السبع بهارات الملح شوية هيل والبعدونس ما عندي الفريش عندي المجفف فدائما انا استخدمه اذا ما عندي موجود لانه مدعما متواجد بالاسواق احنانا البعدونس ففضل استعمل الناشف وبالنسبة للبهارات مال الروز هي الكركم الكاري الملح واني عندي هنانا كوبة منص رز هاي المخصولات و ومصفاية بس افتح عليها الطباخ اضيف المي بحيث المي يكون شوية اكثر من المي من الرز الاعتيادي الرز الاعتيادي يعني كمية قليلة زيادة عن الرز بس مالك الكوبة يصير لعب اكثر لان رح يلازم يصير رز طري نقدر حتى اللفة وهي البهارات مالدة نفس الوقت رح اسسوي الحشوة ونسوي الرز حتى ما ياخذ وقت كثير هاي الحشوة وبالنسبة للحشوة احنا اول ما احط اللحم لان اللحم لازم ينشف المي مالته اضيف البصل اضيف البطاطا السيدون لازم اثرمهم البطاطا والبصل لازم اثرمهم والبهارات شوي لما ينشف المي مالته اللحم احط البهارات واذا تريد الزيدون شوية بالحرارة يعني بالنسبة لي اولاد يحبوها شوية بها حرارة سبايسي اضيف شوية زيد الفلفل اسود واما بالنسبة للبهارات اللي هي سبع بهارات هاي شوفوها زنجبيل كاري فلفل اسود كزبرة جوزة الطيب قرفة قرنفل هي هاي السبع بهارات هاي السبع بهارات هاي السبع بهارات كل هاي المواد تنجب مع بعض ويسموها سبع بهارات لان السبع انواع مال بهارات تنضاف هسا انتظر اللحم ينشف ان شاء الله واثرموا البصل والبتيتة تتقلة واحد على صفحة وبعدين بعد ما اصفيها من الزيت الزيت يلا احطها مع الحشوة فاسا شوفو لكم هاي شو هذا اللحم نشاف الميمالته فاسا لازم اضيف البهارات اللي هي قلت هي سبع بهارات وملح وهيل مثل مطحون طبعا ما احط له زيت يلا احط له سمنة لان هي قبة الرز لازم تكون شوية هو اللحم شوية بيه سمن يعني بيه شحمة الدسم مالته لان قبة الرز سصير صعب اللف مالتها اذا بها سمنة وهذا البصل مع بعض نشاف الميمالته وهذا الرز نشاف الميمالته من السلطة من السلطة الطباق حتى على كيف يصير يتهدر لانو بعدين اكون نوعية من التمن نشاف الميمالة تحتاج مي كثير وأكون نوعية لاني بنسبة لي النوعية اللي تحتاج مي أكثر كل شوية وأشوف الميمالتها لان لازم تصير طارية حتى من أعجنها تصير كأنه عجينة اعتيادية تنحفر وتنحشي بالحشوة مالتها نضع اللحم والوصر اضفتنا البهارات بس ارضا ضغفنا شوية فلفل أسود لان نحب هحمة شوية بها حرارة شوية سبايس السر شوية ضغفنا فلفل أسود بس شوية بها حرارة السر هاي البطاطا فغمتها ناعم 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 ونشفها من الزيت ما تأخذ وقت تقريبا من من خمس إلى ست دقائق إن شاء الله وهي تستوي بعد ما تستوي أصف بها من الزيت وحطها ويا اللحم والاعم استوي خلاص هاي البعدونس خطيتها عدية وخطت بس البطاطا تستوي إن شاء الله وحطها بس هاي ما أقدر إلي تبرد يلا أقدر ألفها لأن تلا فيها حارة وهالا الرز أيضا نستوي هاي البطاطا تقريبا 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 نستوي دي تقريبا وهي الحشوة خلصت ضبتها البطاطا شوف شكل إن شو انصار طبعا ورحها ما شاء الله كثير وطيبة والله وهذا الرز شوفي شو يصير بحيث اقدر اعجنه بصري انحار ما اقدر يعني امسكه بايدي لازم سوي خلي يبرد ان شاء الله واشوف الكوميه وعندي هاي عندي بقايا مع الحشوة مع الورق عنب بالفريزر طلعتها وعندي ورق عنب هاي سويها كمقبلات يعني مع الكوبة وان شاء الله مرة ثانية اسوي لكم فيديو كامل عليها كيف شون اسوي الحشوة وشون الفها اسويها وحط لها اني مي حار شوية حتى تطرى الورقة مظل قوية وتخفي الملو حمالتها لان هي لان مكبوسة تصير مثل المخلل فالصير مالحة كثير وحط لها شوية مي حار حتى تطرى وتخفي الملو حمالتها وان شاء الله خلي يبردن الحشوة والروز واشوفكم شون تلف هذا هي اعجنت الروز شوفت بسماء كاملتها بس رحشوفكم شون نلفها بسبب بمالحة وايكبر بسبب اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هذا السعب ربما اشتركوا في القناة يملكوا في القناة مضυχوا في القناة طبعني سويت شوية هذا الورق مع العنب اللي قدتلكم عاديه نفقيتهم شوية هسا اقلغو مشاكل كميهان عندي هاي الحشوة جاهزة وهاي بس مرة ثانية انشان ما اسوي لكم فيديو كامل ورق العنب والملق غاية لكم بطلها تخلصتها شوفوا منظر مالتها هاي السلطة مشت كده هاي ورق العنب كميه بسيطه كان عندي حشوة بالفريزر طلعته سويتها كمقبلات يعني مال مال هاي مع الكبة واما بالنسبة للكبة الباقية اللي ما قليتها ممكن تصير بالفريزر تبقى بالفريزر فترة طويلة او تتفرزن ومتى ما تريد تستعملها عادي بس ينغل الزيت وتحطوها ماكو مشكلة بالنسبة لها وهذا اذا عجبكم الفيديو سأولي لايكو شير وسبسكرايب السلام عليكم شكرا اشتركوا في القناة